اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الكرام اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم وتحنن على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلى علي ومحمد وجعفر وموسى وعلى علي ومحمد وعلي والحسن وعلى الحجة بن الحسن القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه هؤلاء هم أئمتي وسادتي وقادتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ صلوا على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم وسارعه إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيغ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم وسارعه إلى مغفرة من ربكم الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه بعض النتيجة التي يصل إليها المتقون إلى هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض ولكن من هم الذين ينفقون ذكر في هذه الآية طبعا التقوى هي بحر عظيم خاض نخوض فيه من خلال القرآن الكريم صلوات الله وسلامه عفوا من خلال القرآن الكريم في مواقع كثيرة وجليلة ومن خلال الأحاديث الشريفة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ولكن في كل حين نأخذ عبرة ونأخذ فائدة جديدة هنا يذكر ثلاثة أشياء الذين ينفقون في السراء والضراء واحدة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وهؤلاء هم المحسنون نعم الذين ينفقون العطاء الذي يكون بطريقتين وبنحوين وبنحوين السراء والضراء في كثير من الناس عندما يكونوا في حالة جيدة من ناحية مالية في حالة سعة ينفقون ويبذلون ولكن عند الامتحان بالضيق يتوقفون عن الانفاق ويتعذرون ويعذرون أنفسهم بأنهم في حالة ضيق الانفاق هو انفاق قل أم كثر لا يشترط أن يعطي الإنسان فوق طاقته بل يعطي ما يطيق وطاقة كل شخص تختلف عن الآخر ونحن نعلم قضية السيدة شطيطة والتي تعرضت لها بالتفصيل سابقا ولكنها مفردة من هذه المفردات في السراء والضراء يأتي صاحب الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه ويجمع الشيع كانوا في ذلك الوقت كانوا لا يستطيعون الاتصال بإمامهم في أغلب الأحوال خصوصا البعيدين وهذا في نشابور في بلاد بعيدة جدا عن مركز الخلافة الإسلامية أو مركز الإسلام أو ما إلى هناك يعني كانت يومها المركز هو في المدينة المنورة أو في العراق أو في الشام فكانت كانت البلاد البعيدة مثل الفارس وما بعدها وخراسان لا يمكن للناس أن يتواصلوا مع الأمم بسهولة إلا عبره وكلاء الأمم عليهم السلام أصحاب الأمم عليهم السلام فيجمعون الأموال والمسائل الشرعية والحاجات المطالب يأخذونها إلى الأمم عليهم السلام فهذا جاء إلى السيدة شقيطة فأعطته درهما وقطعة قماش المهم هو استقلها ووضعها وخلطها بغيرها وأخذ الأموال إلى الإمام صلى الله عليه وسلامه عليه وكانت تلك الأمم وكانت بين أموال كثيرة وجليلة وكلها من الذهب أو يوجد فيها من الدنارير الكثير الكثير فذهب بها إلى الإمام والإمام رد تلك الأموال وأخذ منها فقط مال ما بعثته شقيطة هو أطهر مال كان بين هذه الأموال المهم كان فيها معجزة الإمام وكان في ذلك عناية من قبل الإمام بالسيدة شقيطة يتلو ذلك ذهاب الإمام إليها يعني طبعا إخبارها إخبار الإمام بوقت وفاتها ثم ذهابه ودفنه لها ليس هذا مورد كلامنا ولكن الإمام قبل اليسير وجعل هذا اليسير أهم من كل ذاك الكثير فالذين ينفقون في الصراء والضراء والإنفاق في الضراء هو أكثر أثرا من الإنفاق في السراء وفي حالة الرخاء فهؤلاء الذين يكونون لا يفرقون من ناحية الإنفاق والبثل والإعانة لا يستطيع بالمال يستطيع بالنفس بمساعدة الإخوان خدمة الإخوان وما إلى هناك هؤلاء هم من المتقون إن شاء الله والصفة الثانية الكاظمين الغيظ والثالثة العافين عن الناس كظم الغيظ صفة راقية خصلة أخلاقية ثامية من سموها أنه اتصف بها أعدة أئمة من أئمة أهل البيت عليه السلام وعلى رأسهم الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه بحيث أننا إذا قلنا الكاظم يتبادر الذهن إليه عليه السلام أكثر مما لو قلنا الإمام موسى عليه السلام فأصبحت صفة ملتصقة به هذا يعطيها شأنا يعطي الصفة شأنا بأي معنى بمعنى أنه لا بد أن لها من الأهمية بالمكان العظيم حتى جعلت لقبا للإمام عليه السلام ولعلنا نرددها ولا ننتبه لها القذم هو قذم الغيظ مرحلة راقية وسامية يحبها الله سبحانه وتعالى وفرقها عن الصبر أن الكظم يكون في حالة ماذا كظم الغيظ يكون في حالة القدرة على الانتقام يكون في حالة القدرة على إفراغ هذا الغيظ وهذا الحقد بالآخر فلا يقوم ولا يفعل هذا الفعل بل يتوقف عنه بينما الصبر لا يكون في المصيبة تكون مصيبة خارج عن يده في كثير من الأحيان ولا يخرج هو مصيبة ابتلي بها فقد عزيزا خسر أمواله أصيب بأمراض وأهين وما إلى هنا لكن لست بيده ولم يفعل هذا الشيء يصبر يعني يحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى هذا لو لم يحتسبه ماذا لعله يعترض على الله معاذ الله لعل إيمانه يقل لعله يفعل ما لا يجوز له أن يفعله فيكون صابرا بأن يترك تلك الأشياء ومما يفيدنا في هذا المقام قول رسول الله صلى الله عليه وأهله وسلم على ما روي عنه أنه من أحب السبل إلى الله تعالى جرعتان جرعة غيظ يردها بحلم أو بحلم وجرعة مصيبة يردها بصبر فإذا ماذا الغيظ غير الصبر الغير هو الحلم ويا لها من صفة جليل عفوا الكظم هو غير الصبر فيرد الغيظ بالحلم ويرد المصيبة بالصبر فهذا ما نفهم قول الأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم أن الكظم هو نتيجة الحلم هو ثمرة الحلم فيها لها من ثمرة أن الله سبحانه وتعالى يصف نبي إبراهيم من أجل الأوصاف التي يصف فيها النبي إبراهيم ماذا أنه أواه حليم هذا هو الحلم أن يتمكن الإنسان من الانتقام من الاعتداء ولا يعتدي من الانتقام بحق يأخذ بحقه ولا يأخذ بحقه فإذا هذه الصفة ينبغي أن نتوقف عندها قليلا ونرى هل فعلا نحن كاظمين للغيظ وهل نحن نقتدي بأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم في هذا المجال نحن نحتاج كظم الغيظ في تعاطينا مع من ظلمنا مع عدونا مع من يؤذينا ونحتاج إلى كظم الغيظ يعني إلى الحلم مع أخواننا مع أحبائنا مع أصدقائنا وكيف ذاك أما العدو أما الذي لا يحبك ويريد أن يؤذيك فهذا واضح هل ينبغي أن تعفو عنه نعم ليس من الضروري أن تقابل الإساءة بالإساءة بل أن الخلق الراقي والذي يعنيه الحلم هو أن تقابل الإساءة بالعفو هو أن لا ترد الإساءة بمثلها فهذا بالنسبة لسواك وماذا يفيد ذاك وهو ظالم ماذا يفيد أن ترد الإساءة بالعفو وليس بمثلها له فوائد عديدة منها أن هذا الآخر قد لا يكون من السوء بحيث لا يؤثر فيه لا تؤثر فيه الأخلاق قد لا يكون عنده دين ولكن يكون عنده أخلاق فإذا رأىك رددت الإساءة بالإحسان فبالعفو والإحسان فلعله يصلح حاله ويقل ظلمه وتكون بذلك واعظا له ومسددا لخطاه وإن لم يكن فإنك تعطي بذلك درسا لسواك ممن اطلع على شأنك وعلى ظلمه وعلى عفوك وتجعل وتكون أنت بذلك قدوة للحفاظ على الأخلاق الحسنة والقيم النبيلة في هذا المجتمع أيضا ثالثا أنه أنت تفعل ذلك لتكون الفائدة عائدة عليك وليس بالضرورة أن تكون عائدة عليه هو هذه الصفة إذا كانت هي خصلة متأصلة فيك فمعنى ذلك أنه أنت لا تستطيع أن تؤذي الآخر لأن هناك مانع أخلاقي عندك من أذية الآخر حتى لو كان يحق لك ذلك نعم لا تفعل ذلك إذا كان هناك ضرر على سواك إذا كان هناك ضرر على المبدأ إذا كان ضرر على الدين ضرر على الحق ليس لك أن تعفو لك أن تعفو إذا كان الظلم عليك خاصة كما فعل أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه الصبر والغضادة كانت عليه أما إذا كانت الغضادة على الدين وسينتشر الباطل وينقارض الحق فلا قام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه وقاتل وجاهد وعان إلى أن استشهد روحي فدا وهكذا فإذا بالشأن الذي يعنيك تحلم وتقضم الغيظ وبذلك فائدة لك ولسواك وللطرف الآخر قد تحصل أيضا الفائدة وعلى كل أنت لست بخسران لأنك إن كظمت غيظك وإن عفوت في موضع في موضع تستطيع فيه أن لا تعفو في هذه الحالة ستؤجر ويزداد أجرك يوم القيامة بل قد تعفو في هذه الدنيا وفي الآخرة تسامحه واقعا وهو ظالم تسامحه واقعا هذا لن يقلل هذا سيزيد بقوة يزيد من ثوابك يوم القيامة بكثرة ولكن قد يزداد هو تأخذ من حسناته هو في هذه الحالة ولعلك تسكت وتقضم غيظك في هذه الدنيا ولكن تأخذ حقق منه في الآخرة لا تسامحه واقعا ولكن لا تواجهه بالطريقة التي وجهك به تعفو عنه في هذه الدنيا فأنت لست بخسران على كل حال أما الأخ والصديق هل فعلا يحتاج إلى أن تكون حليما وكاظما ليغضيك معه نعم لأنه كمثلك وكمثلي وكل واحد منا ليس بمعصوم فقد يقع في أذية أخيه يعني يؤذي أخيه يتعدى عليه شعر أم لم يشعر لا يعطيه حقه في بعض الأحيان يحصل هناك مشاحنات أحيانا عدم فهم لبعض من الأخ إلى أخيه تحصل فتنة يحصل غيظ يحصل ضغاء هذه الأمور ممكن أن تحصل فالأولى إذا كان أخيك هو الذي حصلت بينك وبينه هذه الحالة حالة الغيظ أن تعفو عنه وأن تحلم عليه أخيك في الدنيا وفي ذلك آثار عجيبة مذكورة في مواردها إذن نحن بحاجة لتطبيق هذه الصفة أو إلى الاتصاف بهذه الصفة وجعلها سلوكا عمليا لنا بحاجة شديدة لذلك ولذلك آثار عظيمة نأخذها ونستشفها من الأحاديث الشريفة من أعظم ما يمكن أن يقصد إليه الإنسان هو الرضا الله سبحانه وتعالى وهذا يحصل نتيجة لكظم الغيظ فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كظم غيظا ما من عبد أو لا من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أنضاه يعني يستطيع أن يفعل بما يختضيه غيظه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضاه معنى الحديث له إدامة مهم حصل رضا الله سبحانه وتعالى بواسطة رضم الغيظ يعني هو كظم الغيظ يكون سبيل أيضا لأمور أخرى توصيله إلى رضا الله سبحانه وتعالى من آثارها هو العز أن يصبح الإنسان عزيزا عزيزا في هذه الدنيا وعزيزا في الآخرة يعني لا يكون ذليلا والإنسان لا يرهب بالذل ولا يرطذ الظل المؤمن لا يرطذ الظل ولا الله يرضى للمؤمن بالذل بل تعلمون أن المؤمن لا يجوز له أن يذل نفسه حرام يحرم عليه أن يذل نفسه فإذن لا يستطيع مثلا أن يدخل وأن يقوم ببعض الأعمال التي فيها إساءة وذل له الأعمال شغل مذل لا ينبغي أن يقوم به المؤمن هذا غير الذل لله سبحانه وتعالى فإن الذل لله عز نحن في ذلنا واعترافنا وخضوعنا لله سبحانه وتعالى نعتز بهذا إذن الله يريد العز لنا في الدنيا ويريد العز لنا في الآخرة ونحن نريد العز لنا في الدنيا ونريد العز في الآخرة وهذه العز من آثارك من غيظ فعلى الإمام الصادق عليه السلام ما من عبد كظم غيظا إلا زاده الله عزا في الدنيا والآخرة وأيضا الأمان الأمان هو نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا تعلمون نعمتان مجهولتان الصحة والأمان والذي فقد الأمان يعلم كم له من شاء وإذا كان الإنسان لا يرغب أبدا بفقد الأمان في الدنيا ويخشاه ويهرب منه وترى الإنسان يعمل ألف طريقة حتى يحصل الأمان في الدنيا فبالأولى بالعاقل أن يسعى للأمان في الآخرة إن كان يسعى في الدنيا الأولى أن يسعى للأمان في الآخرة التي يا للهول لا ندخل في هذا المجال الآن المهم أن هذا من آثار كظم الغيظ عن الإمام الباقر عليه السلام يقول من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا أو أمانا يوم القيامة هذا الحديث فيه وإيمانا يوم القيامة والإيمان يوم القيامة فيه أمان يعني الأمان يوم القيامة لا يكون إلا بالإيمان مع عدم الإيمان لا يوجد مع عدم الإيمان لا يوجد أمان نعم وأيضا يعطى أجر الشهيد فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ومن كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه وحلم عنه أعطاه الله أجر الشهيد بعد حديث أعطاه الله الجنة والشفاعة يشفع في مثل ربيعة ومضار فيه أيضا مرافقة الأنبياء فيه الفوز بالسلامة فيه الغرف في أعلى الجنة فيه أنه يخير بين الحور العين يختار ما شاء من الحور العين وما إله نالك من آثار عظيمة وجليلة بعضها في الدنيا وبعضها في الآخرة بعضها يعود على النفس وبعضها يعود على المجتمع بعضها تربوي وبعضها سلوكي في كل هذه الحالات نجد أنفسنا أمام واقع وهو أن علينا الاقتداء الاقتداء بأمتنا عليهم السلام بكظم الغيظ حتى يصلح حالنا ونحصل هذه النتائج ونحن الآن في ذكرى كاظم الغيظ الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه ذكرى شهادته صلوات الله وسلامه عليه هذا الذي صبر وصبر بعد الإمام الكاظم هو أول إمام عانى من السجن بعد أسر الإمام زين العبدين عليه السلام هو أول إمام عانى من السجن وأي معاناة سلوات كثيرة روحي فداه كان طبعا مدة إمامته مدة طويلة بين الأم عليه السلام كانت إمامته تعتبر مدة طويلة ولكن قضى نسبة كبيرة منها في السجن ومع ذلك ظهر ما ظهر له من عظمه وظهر له من آثار ومن عطاء في هذه الحياة كان الإمام من القصة المعروفة عنه وعن غيره تنقل من الأئمة عليه السلام أنه كانت جارية له أتت له بالأبريق حتى يتوضأ فوقع الإبريق من يدها طبعا تنقل عن إمام زين العبدين وعن الإمام الكاظم ورواية أخرى مشابهة ولكن سقط ولده من يدها ومات على كل هذا مثال لكاظم الغيظة إذا سقط الولد فهذا أبلغ مات ابنه فتقول له والكراظمين الغيظة عندما تراه وتخاف فيقول لها سواء سقط الإبريق أو الأبن في أكثر من حالة طبعا يمكن أن تكون فيقول قذمت غيظي تقول والعافين على الناس العيه الكريمة يقول أعفوت عنك تقول والله يحب المحسنين يقول اذهبي فأنت حرة لوجه الله نأخذ هذه الدروس الإمام الإمام زين العبدين عليه السلام يبشي في الشارع يبعث كان الحكام الخبثاء يبعثون القليلية الأدب الأولاد أو الأشخاص المعادين للإمام حتى يهينوه يسبوه يؤذوه فيغضي عنهم يتجاهلهم يعتبر كأنه لا يسمعهم فيقول له القائل إياك أعني أنت ما عم تسمعني أنا أقصدك أنت مؤخر يريد أن يحرج الإمام حتى يتصرف بتصرف ينافي الحلم فيقول وعنك أعفو الإمام صلى الله عليه وسلم هكذا نتعلم منهم صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بإمامنا الكاظم عليه السلام ومصابنا بذكرى وفاة أبي طالب عم النبي ونقدموا إلى ساحة قدس سيدنا ومولانا صعب الحصر والزمان بحر التعازي بهذهتين المناسبتين الأليمتين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أسأله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا ويتوب علينا إنه نعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة